الانتقالي والسع تمرده إلى حضرموت حتى اللحظة لا تزال الأوضاع في أكبر محافظات البلاد مساحة هادئة إلا من تحركات واستعراضات محدودة للقوة من جانب المجلس في ساحل محافظة حضرموت حيث تهيمن قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات الدعوة إلى التمرد في حضرموت جاءت من جانب رئيس ما يسمى الإدارة الذاتية الجنوبية ومحافظ حضرموت المقال أحمد سعيد بن بريك الذي دع في تغريدة الله قبائل وشباب ومقاومة حضرموت إلى تدشين ما أسمها المقاومة العسكرية الجنوبية في وادي حضرموت بدءا من الخميس دعوة سرعان ما قُبلت بالرفض من جانب محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني الذي يتولى أيضا قيادة المنطقة العسكرية الثانية مع تأكيدات بأنه لن يسمح بأي عمل عسكري خارج المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية مشددا على أن حضرموت قوة عسكرية وأمنية واحدة وأي مظاهر لقوة عسكرية خارج هذه المؤسسات غير مقبول الرئيس هادي الذي غاب عن المشهد المضطرب في بلاده طيلة الفترة الماضية أطل من نافذة حضرموت هذه المرة داعيا خلال اتصال هاتفي أجراه مع المحافظة البحسني إلى تعزيز اليقظة ورفع الوعي الذي تتمتع به على الدوام محافظة السلام وإقليم النهضة والبناء والاستقرار والتعايش الوئام حضرموت المحافظة والإقليم الرئيس هادي شدد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ومتابعة ورصد العناصر المارقة التي تحاول عبثا زعزعة أمن والسقرار حضرموت والوطن عموما مؤكدا أن الجمهورية والدولة الاتحادية ستنتصر والمشاريع الصغيرة مصيرها الفشل والزوال من جانبها أيدت سبع أحزاب ومكونات سياسية موقف المحافظة البحسنية الرافض لمحاولة ملشنة المحافظة وأكدت أن تجربة حضرموت في توحيد القوى العسكرية والأمنية وخاصة في الساحل كان لها الفضل الأكبر في ترسيخ الأمن لاستقرار خلال السنوات الماضية وهي تجربة إيجابية كان يجب تعميمها والاقتداء بها يأتي ذلك فيما يستمر رهان الإمارات الداعم الأبرز للمجلس الانتقالي على نفوذ بنته طيلة السنوات الماضية في بناء تشكيلات مسلحة أبرزها النخبة الحضرمية والعناصر المسلحة الجهوية التي استقدمتها إلى المحافظة في فرض محتمل لما يعرف بالإدارة الذاتية للجنوب يقابله موقف مناهض لمخطط إعادة فرض الهيمن على المحافظة والذي تعبر عنه النخب الحضرمية السياسية والاجتماعية والمالية خصوصا تلك التي تتمتع بصلاة قوية مع السعودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر